شروط الصلاة شرط في نمازه الأول الإسلام شرط نمازه إسلام فلا تصحي صلاة الكافر نماز نبير نكا من يسبب الرب يسبب النبي صلى الله عليه وسلم يستهزب الدين الإسلامي سوية الله سبحانه وتعالى سوية الله صلى الله عليه وسلم يسميه سوية إسلام يطوف حول القبور يدعو غير الله يدعو مثلا الجن أصحاب القبور يدعو مثل اجب شرط اكثر غير الله سوية الله صلى الله سبحانه سوية الله سوية الله لا تسح الصلاة المجنون ولا تسح صلاة المجنون وكذلك السكرة يمر بالنسبة للخمر ويقعد بالحصلاة يبقى من المجنون يوما أن ينشق في الصلاة نعم. إذا أوجد عندنا من الأمراض يذهب منه العقل ورجع لها أخرى فالوقت الذي يجب عن العقل له فيه استطاع أن يصلي في هذا الوقت لا يمكن أن يصلي وإذا لم يستطاع بعد ذلك أي آخر المملكة عنها ، التي يجب أن يكون منه لا يملكها لكن يفرق من أكثر يعني لأنه هذا ما هو ومن طبع من 7 سنين يمكنك هل تحرظ تحرية صغير؟ هل يفعل عماذ ملاد وإله ايضا؟ نعم ، إذا كان يميز في رقب نشاء تصح صلاة أو لا تصح والله أعلم إذا أعلم متواجم ومتعه 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 ملاد فهو تصبح عماذا فهو عماذا أفعله فهو عماذا أفعله إذا كنت أفعله فهو عماذا أفعله فهو عماذا أفعله